هنروح لأرض الملعب معنا مريم سميح ولقاء مع أحد نجوم الفريق الحقيقة اللي أنا بشيد بيه جدا وبعد يزدك مريم بنلغيه الحقيقة كل الستوديو بيشيد بيه أداءه بروحه أحمد الشامسيسة بجد التحية بيك كابتن هيسم وطبعاً بديوفك الكرام وكاباتن الكبار كابتن ياحي يوسف وكابتن محمد عبدالله طبعاً زي ما انت قلت معنا واحد من نجوم لقاء اليوم ديربي اليوم أكيد أحمد الشامسيسة عايزة بس أوصلك في الأول كابتن هيسم وكابتن ياحي وكابتن محمد بيشيدوا بأداءك بشكل كبير جداً نهاراً أنا بشكرهم جداً جداً دي شاد عتز بيها الحمد لله اللقاء عد على خير يعني كان لقاء صعب جداً كنا شوت أولاني كان فيه فرق سبعة إن احنا نعمل كامباك وبعد كنا نرجع نوصل للتعاد ونفرق فرجون ده كانت حاجة صعبة جداً خلاص صفحة وتقفلت احنا عنده دلوقتي مطش الخميس إن شاء الله في الكاس دي بطولة مهمة جداً في سبورتينج على سبورتينج ما ينفعش نحن نقصر وإن شاء الله المجمع اللي جاية نعرف نرد حقينا إن شاء الله النهاردة ريزني لها كابتن أحمد يمكن برضو الكباتن الكبار في السيديو نهاردة تكلموا عن الروح اللي حصلت في الشوت التاني طبعاً بعد يعني الشوت الأول ما كنا كان فيه فرق حوالي خمسة ولكن الحمد لله قدرنا نحن نعمل كامباك زي ما انت قلت ولكن الروح هي اللي فرقت بشكل كبير جداً نهاردة في اللقاء دي حقيقة إحنا بين الشوتين نتكلمنا إن الماضي لسه مكلس خلاص شوت عدة بحلوا مروا هنبدأ صفحة جديدة عندنا شوت مهم ما ينفعش إن احنا نقصر فرق كبير وما ينفعش إن احنا نقصر أصلاً نزلنا وعلى أساس كده ربنا نكرمنا والحمد لله وصلنا للتعادل وفرقنا فرجون وجات في آخر اللحظة وصلوا هما معنا بالتعادل بس إن شاء الله بإذن الله في المجمع نعرف ناخد حقينا بإذن الله يمكن زي ما أنت بتقول برضو يا كابتن أحمد النهاردة ما كانش نهاية المطاف يعني سواء لقدر لا لو كنا نخسرنا أو بالتعادل أيضاً زي ما خلص اللقاء إن شاء الله لسه فيه ست مطشات تانين هنقابل أكيد الزمالك تاني ولكن يمكن كنا بنتكلم إزاي ممكن يعني انتغاد عن الأخطاء اللي حصلت النهاردة في الشوت الأول دي حقيقة إحنا إن شاء الله بس نعد يوم الخميس بإذن الله عشان دي بطولة مهمة جداً طولة الكاز وبعد كده نمسك بقى المجمعة دي ليها سكة تانية ليها سيناريو تاني مش هينفع إن إحنا يحصل زي ما حصلت النهاردة الشوت ده ما ينفعش إنه يحصل تاني لازم نلغي من قبوسنا خلص إن إحنا نتبخسرانين ونرجع آه دي حاجة طبعاً قوية جداً لفرقة لها شخصية بس ما ينفعش مع فرقة زي المنافس إن إنت تتبخسران أكتر من خمسة ده بيصعب عليك بيحط عليك لطولة المطش إن إنت تنجع للمطش بس إن شاء الله في المجمعة الأولى والتانية يبالينا رد كبير إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله كابتان أحمد كنت حاسن النهاردة بعد انتهاء الشوت الأول وطبعاً الفرق إنه هيحصل كامباك من الأهلي؟ آه دي حاجة إحنا ما دخلنا القوضة خلاص يا جماعة يفلوا موضوع شوت عدة ما ينفعش هننزل هنقاطل على كل كرة ستواق حلو أو وحش إحنا لازم نوري الناس إن إحنا أدي مسؤولية وأدي تشيرت النادي لله والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله شكراً كابتن بشكرك نورتنا وشرفتنا ربنا يخليك شكراً طبعاً كان لقاءنا مع واحد من أهم نجوم لقاء النهاردة ديربي الأهلي وزمالك والحمد لله انتهى باقل تعادل بشكركم جداً عودة لكم مرة أخرى زمالتنا بالأرض الملعب مريم سميح بشكرك شكراً جزيراً